والآن ألضع معالياً وأنسعاد للسقر المدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديل لإلقاء الكلمة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المنسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين فخمة السيد الرئيس والفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام جمعة الدول العربية أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفرة ورأساء الوفود الضيوف الكرام السادة المشاركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد الرئيس الفتاح السيسي حفظكم الله أتشرف أن أستهل كلمتي برفع أصدق عبارات الشكر والتقدير والعرفان لفخامتكم على رعايتكم الكريمة وتشريفكم بافتتاح أعمال هذا المؤتمر وعلى ما تقدمه جمهورية مصر العربية من دعم ثمين للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والعمل العربية المشترك بفضل توجيهاتكم السامية ويشرفني يا فخامة الرئيس أن أقتنم هذه المناسبة ليهنئكم بالنجاح الكبير الذي حققته جمهورية مصر العربية تحت غيادتكم الرشيدة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي من تم إنجازها بمعايير عالمية وفي معدلات زمنية قياسية بالإضافة إلى حرص فخامتكم على توظيف كافة قدرات مصر العظيمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومستدامة اسمحوا لي فخامتكم أن أتقدم بالشكر والتقديل لمعالي السيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية على توجيهاته ومتابعته لإعداد وتنظيم هذا المؤتمر وكافة أنشطة المنظمة وفي هذه المناسبة أود نشيد بالتعاون المثمر القام بين المنظمة ووزارة البتروة والثروة المعدنية ولرأسها معالي المهندس طارق الملة رئيس المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية كما يطيب لي أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية على استضافاتها للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية الذي عقد بمحافظة جدة عام 2016 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله ونتقدم بالشكر لمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس المؤتمر الرابع عشر على جهوده المقدرة في دعم أنشطة المنظمة خلال الفترة ما بين المؤتمرين الرابع عشر والخامس عشر والشكر والتقديل الموصول لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعني بقطاع الثروة المعدنية ولأصحاب السعادة السفراء ورؤساء وأعضاء الوفود والخبراء العرب والأجانب على تلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات المؤتمر فخامة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة يعتبر قطاع الصناعات التعدينية الاستخراجية والتحولية من القطاعات الواعدة التي يمكنها المساهمة في الرفق من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الوضع الاقتصادي في الدول العربية إضافة إلى مساهمتها في إيجاد فرص عمل جديدة للحد من البطارة حيث يتوفر بالوطن العربي من المحيط إلى الخليج على إمكانات معدنية هائلة في عدة مناطق ذات بيئات جيولوجية ملائمة لوجود العديد من الرواسب لخامات معدنية متنوعة وتمثل أنشطة تعدينية والصناعات التحولية المرتبطة بها أهمية اقتصادية واجتماعية ينتظر من القطاع الخاص العربي والأجنبي أن يلعب دوراً جوهرياً للاستثمار فيها وانتهز هذه الفرصة لدعوة المستثمرين لاستفادة من الفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة في الوطن العربي فخامة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة إيماناً بأهمية قطاع التعدين شرعت بعض الدول العربية في وضع خطة توجيهية لتنمية الثروات المعدنية ضمن رؤى استراتيجية بعيدة المدى حيث تبنت برامج تطويرية شملت تحديث قوانين الاستثمار والتشريعات المنجمية قصد تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية هذا القطاع وفي هذا الصدد تجدر الإشادة برؤية مصر 2030 لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام وشامل ومن أهدافها تنمية الثروات المعدنية التي تزخر بها جمهورية مصر العربية والرفع من مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد تم ترجمة هذه السياسة الحكيمة لحكومة المصرية بالتوجه نحو وضع خريطة طريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر واحد من أهم مصادر الدقل القوم للدولة فخامة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة انطلاق من دور المنظمة في القيام بمهمها لخدمة العمل العربية المشترك في قطاع التعدين الذي يعد دعامة أساسية لكل اقتصاد متنوع حرصت المنظمة على عقد هذا المؤتمر تحت شعار الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي والذي يهتف إلى التعريف بواقع وعفاق قطاع التعدين في الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية التعديني أقليمين ودوليا بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء العرب والأجانب العاملين في هذا القطاع وسنناقش بحول الله خلال ثلاثة أيام أكثر من ستين ورقة المية قام بإعدادها نخبة من خبراء وأساتذة وباحثين من الدول العربية والأجنبية ويتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي سيتم خلاله التباحث حول واقع ومستقبل قطاع التعدين في الوطن العربي وسبل النهوض به وتذليل العقبات التي تواجه تنميتهم وأخيرا وليس آخرا اسمحوا لي أن أشيد باسم أعضاء اللجنة المنظمة واللجنة التحضيرية للمؤتمر بأصحاب المعالي الوزراء العرب ورؤساء الوفود والخبراء العرب والأجانب على دعمهم وجهدهم ومساهمتهم البناء في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر في نهاية كلمتي أتوجه لفخامتكم سيد الرئيس لأؤكد على أن منظمتنا تحتفظ لكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والإكبار على دعم جمهورية مصر العربية المتواصل لها هذا الدعم الذي توجه بتشريفكم شخصيا لهذا المؤتمر والذي سيكون له بالغ الأثر في نجاح أعماله وفغنا الله لما فيه خير أمتنا وكل الأعمال مؤتمرنا بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا